السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله خطف و تاتي غادي نتقسم معكم هاد البغرير هادا بالثلاثة دي الأنواع دي الضقاق بسميدا والفينوك والدقيق الأبيض الفورس كما كتشوفوا معي كيجي مشهد وكيجي خفيف حل الريشة ما تشبعوش منه مقادير مدبوطة ونجح مليار في المياه ان شاء الله غا نشارك معاكم جميع الأسرار باش ينجح معاكم بإذن الله المهم ما نطورش لكم غادي نخلكم مع المقادير وطرقة تحضر وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله عندي في هاد البول هادا غادي نحتاج واحد الملعقة كبيرة دي الخميرة المعجونة مهم صراحة أنا كنخدم بالخميرة المعجونة مما كتعجبنيش الخميرة حبيبات في الخدمة ديالها كنفطل هادي غادي نحتاج ربعا ديال الكيسان ديال الماء بارد من الروبيني كيسان يكونوا عامرين لعبار بالكاس ديال العلماء كما كتشوفوا ربعا ديال الكيسان يكونوا عامرين حتى الفم أنا نقص منهم حتى شي حاجة هنا بالنسبة اللي قدرنا الخميرة قدرنا الماء أربعا ديال الكيسان هنا عندي كاس ديال العنبة ديال سميدة سميدة تكون نوعية جيدة تكون ديك سميدة السفر الكاس يكون ممسوح ما يكونش مقبط يكونش عامر كتر ملقيا الكاس يكون ممسوح سنتوا مزيان المقادير راهم مهمين في نجاح الوصفة أي حاجة يعني تجيكم عادية ولكن كتكون مهمة عادي نحتاج الكاس الثاني كاس ديال التقيق الفينو حتى هوك يكون كاس ممسوح ديال التقيق الفينو والفينو يكون نوعية جيدة ضروري ما كان نغرب له هاد المكونات والكاس الثالث هنا عندي كاس ديال التقيق الفورس أو التقيق الأبيض حتى هو يكون نوعية جيدة ديال الحلويات وحتى هو يكون ممسوح ما يكونش الكيسان ما يكونوش بومبي ما يكونوش عمرين كسر من القياس لا يكونو ممسوحين القياس هو هذا نحتاجه الملح والملح دائما ما نقويوش بزاف البغرير لان البغرير كما نقول دائما ما كيبويش الملحة بزاف صافيك نخلط هاكا المكونات غادي الميكسي تقريبا واحد دقيقة دقيقة مشي تقريبا ستين ثانيا اللي غادي نخلط اما بالميكسور واما بالخلط الكهربائي اللي عندكم احتكدين ليه هد غير الفقعات هادو بعد المرحلة هادي غادي نضيف 12 جرام دي الخميرة دي الحلويات در ثمانية جرام وهنا غادي نضيف واحد الملعقة المهم تمانية 12 جرام ساشي و النص دي الساشي الثانية 4 جرام او غادي نضيف واحد ملعقة صغيرة دي الخل غير ملعقة صغيرة فقط غادي نخلط تقعات باش غادي ندير الميكسور نخلط اول لول هاكا باش هديك الخميرة تنسج منيها مع الخلات او من البعض حادي باش غادي ندير الميكسور دروه غادي ندير الجوانيب هاكا باش بيبقاش لص قلينات دقيق في الجوانيب سافيدة با غادي نخلط للمرة الثانية وحتف هاد المرة الثانية كنديروه ستين ثانية دقيقة حتى كيو اللي عدنا خالات بهذا الشكل هذا سافيدة با غادي نغطيه ليه وغادي نخليه يخمر المدة ديال 15 دقيقة لانه درت المبارد وخليوا مرة الجو شوية سخون ولكن انا حيت اجنتوه بالمبارد ما درتش المدافي مالاحسن ديروه المبارد سافينا ملي داست 15 دقيقة المهم غير كتسدو اعلى البول اللي درتو فيها البغير يخمر سافيشوفو في المقانة حسبوه 15 دقيقة ويلي جاكم الخالط شوية اراها تقيل او الخالط خمر اللي كم سايتو عليه وخليتهو خمر هدي نزيدو واحد اربع كاس ديال الماء وغادي نتعودو تميكسيو او تخلطو في المولينيكس وتخليوه خمسة دقيقة غير خمسة دقيقة سافيو بدوو تطيبو وهل حل اه يعني دقيقة تحلموش كي وخاتخليو حسين الساعة قاعد تنساوه تساو عليه نزيدو في غير شوية ديال الماء ديروه في الخالط خليو خمسة دقيقة وبدو تطيبو تميشو معايا هني المقلاة المويمرة ابدلت المقلاة حديث هادي وحدة كبر من هادي كصغار اللي كانت عندي يلي خدمت فيها داروري كنديرها تسخن وكنبردها كمشو معايا كنخوي شوية في الخالة كننخوي شوية ديال الخالط في المقلاة المقلاة تاروري كنسخنوه المر اللولة عادي كنبردوها ومن البيت كنخوي فيها شوية ديال ديال الخالط ديال البغرير سافي كنرجعها فوق البوطة حتى يتشهد لي البغرير كامل يعني البغرير اللولة كينجح من البغرير اللولة حتى اللخرى او حدا ما تخسر ليكم غير خدوا اختاروا نوعية جيدة ديال المقلاة وان شاء الله غدي ينجح معاكم وتسبعوا الطريقة ديال العجينة سمعوا النصائح اللي قلت لكم في حالة خمر ليكم بزيف ان شاء الله غدي ينجح معاكم سافي من اللي كتبرة كتقلع بوحدة من الجنب كنديرو حلي كي اغدوها كنحييدها واللي طا بسرع كنديرها فوحد السربيزو كنغطي حتى كترجع لي سونيا بالنسبة لهذا المقلاة هادي الماركة لا معاكم اخديتها باربعين درامة ثمنمية زوينا صارحة كتستاهل وهدا هو هدا هو شكل نيائي ديال بغرير ديالنا كيجي بهذا شكل هيدا كيما كتشوفوا معايا مشهد كيجي حطير وحسن من ديال الصنقاء وديال دار وعاق لاعرفينا شنو كتديرو فيه كيجيب منين بزاف دهنو الزبدة بلدية العسل او الزيت بلدية معدك شي اللي كتبغي وكنسبنا الفيديو يعجبكم اشتركوا في القناة